هذا الشرح مبسط للدعوة المقامة لوقف الانتخابات اللي رح تجرى يوم 27-7-2013 صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رغم 15 لسنة 2012 بتاريخ 16-6-2013 رفض الطعن بعدم دستورية المرسوم اللي هو المتعلق بالصوت الواحد وحصن الصوت الواحد وغضى بعدم دستورية المرسوم بغانون رغم 21 اللي هو خاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات على هذا أبطل الحكم عملية الانتخاب كلها وبعدم صحة عضوية اللي يعلن فوزهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو الموضح بالأسباب بعد صدور الحكم صدرت الحكومة مرسوم رغم 158 لسنة 2012 ودعت الجميع للانتخابات وحتى يكون هذا المرسوم صحيح يجب على الحكومة أن تراعي في تشكيل النص المادة 56 من الدستور واللي هي تكون يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم فالأصل أن يكون التعيين من مجلس الأمة هذا المرسوم اللي صدرتها الحكومة باطل وصدر من حكومة غير شرعية وحكومة منعدمة لم تراعي النص المادة 56 من الدستور وحتى تكون الحكومة دستورية يجب أن يراعي في تشكيلها أن يكون أحد وزراءها من أعضاء مجلس الأمة المنتخب وهذا ما يسمى بالعضو المحلل فالحكومة التي لا يوجد فيها عضو محلل تعتبر حكومة غير دستورية أي منعدمة وبما أن حكم المحكمة الدستورية أبطل عضوية كل الأعضاء ومنهم الأستاذ الذكر الرشيدي يعني ذلك أن الحكومة لا يوجد فيها عضو محلل وبما أن الحكومة لا يوجد فيها عضو محلل إذن تعتبر بالتالي حكومة غير دستورية منعدمة لا تملك إصدار براسيم أو غرارات كان عليها أن تقوم بتقديم استغالتها فور صدور الحكم خلونا نرجع للحكم الدستوري اللي أبطل عملية الانتخابات وما يترتب على ذلك من آثار خلونا نعرف الآثار بعد صدور مرسوم الدعوة صدور مرسوم الدعوة أجريت الانتخابات أعلنت النتائج شكلت الوزارة وضمت في عضويتها المحامية ذكرى رشيدي كعضو محلل معنى ذلك أن الحكم أبطل المرسوم وكل ما ترتب عليه من آثار ومنها تشكيل الحكومة الحالية أبطل الحكم عملية الانتخاب كلها وبعدم صحة عضوية اللي يعلن فوزهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو الموضح بالأسباب خلونا نعرف الآثار بعد صدور مرسوم الدعوة الحكم رجعنا إلى تاريخ صدور مرسوم حل مجلس أموة 2009 والحكم ذكر على النحو الموضح بالأسباب والأسباب تقول مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور لأن القاضي الدستوري لم يجد أي مادة بالدستور تتعلق بالأبطال والفقرة الثانية من المادة 107 تقول إذا ما تمت الانتخابات خلال شهرين من تاريخ مرسوم الحل يرجع المجلس المنحل بكامل صلاحياته الدستورية في هذا الوضع نشوف أن 7 تشهر و 26 يوم طافت من تاريخ مرسوم الحل ولم تجرأ انتخابات صحيحة وعلى هذا وبموجب الدستور وبناء على حكم المحكم الدستورية فأن مجلس 2009 يعود بكافة صلاحياته وبعد هذا الشرح المبسط لحكم المحكم الدستورية واللي بيّن لنا أن الحكومة منعدمة لا تملك إصدار غرارات ولا تملك إصدار مراسي وعليه فأنه يجب عليها أن تصحح الأوضاع وأن تلتزم بالدستور وروح الدستور وحكم المحكم الدستورية وأول إجراء صحيح يجب على الحكومة أن تتخذ لتعديل الإجراءات هي أن تقوم بتقديم استغالتها